نسى بكمالين مع الاهلي مصدر في لجنة التخطيط بالنادي الاهلي قال لنا ان اللجنة او النادي الاهلي بقى بشكل عام استقر على تعديل عقد مروان عطية مع الفريق ده بعد ما راح الحمد فتحي عن الفريق وراح خلاص تعرفين الوقرة القطري والمصدر قال لنا ان مارس الكولر بيعتمد على مروان بشكل اساسي وشايفه اهم العيب الوسط مع ديانج والسولاية وبالتالي مهم جدا تقديره ماليا بعد المستوى الكبير اللي قدمه في اول موسم مع النادي الاهلي الاهلي بقى بيفكر في ايه الاهلي بيفكر وهو بيعد العقد مروان عطية ماليا انه يمد العقد لحد الفين سبعة وعشرين فلو الاهلي عفوا الاهلي هو العقد هو العقد لحد الفين سبعة وعشرين الاهلي عايز يمد العقد لما بعد 2027 مع زيادة الأمور المالية في عقد مروان عطية ده مروان عطية الأهل بيأمن له حياته ومستقبله بيأمن مستقبله مع الفريق نحية الثانية قال يوديانج حمدي مشي خلاص حمدي فتحي مشي خلاص من النادي الأهل قال يوديانج هو كمان عايز يرحل ولكن في نادي أوروبي مثلا احتراف خارجي وقال يوديانج طلب ده من النادي الأهل قال له منه عايز ياخد خطوة جديدة في حياته وده منطقة وطبيعة للعيبة الأفارقة اللي بتيجي الدولة المصري هو هيجي الدولة المصري مع نادي كبير سواء الأهل أو الزمالك أو خلافه وبعد كده بيفكر في أوروبا مفهوم يعني والنادي الأهل المتفاهم ده والراجل بصراحة على مضايا المواصل والمضايا قدم مستويات كبيرة مع النادي الأهل فالنادي الأهل قال له ما فيش مانا تبقى أو ترحل عن الفريق بشرط يديني عرض ما تجيش تقولي أنا عايزة أمشي يديني عرض واشوف العرض واسيبك تمشي ببساطة شديدة ده قال يوديانج لسه مكملين مع الأهل أيمن أشرف تعرفين عاوضه خلاص بينتهي بنهاية الموسم الجالي والنادي الأهل اتخذ قراره برحيل أيمن أشرف عن الفريق أيمن أشرف رايح فين الموسم اللي جاي كل الناس تحدثت عن أن أيمن أشرف رايح البنك الأهلي وفعلا هو فيه اتفاق فيه اتفاق بين أيمن أشرف والبنك الأهلي لم يرتقي لفكرة التوقيع الرسميا طيب إيه اللي مأجل التوقيع الرسميا بين أيمن أشرف والبنك الأهلي اللي مأجل التوقيع هو الشرط الوحيد اللي طلبه أيمن أشرف قبل ما يوقع هيبقى البنك الاهلي في الدولة الممتاز هوقع سيهبط البنك الاهلي إلى دولة درجة الأولى مش هبقى مع البنك الاهلي فآه هو أي من أشرب فعلا قريب جدا بالبنك الاهلي بس ده يتوقف على مصير البنك الاهلي في مسابقة الدولة الممتاز عشان البنك الاهلي زي ما أنت حقيقكم عارفين موقفه في الجدول مش أسوأ حاجة ومش أحسن حاجة هو في المنطقة الضبابية كده في جدول ترتيب الدولة الممتاز أو تحديداً في منطقة الهبوط يعني خسارة في التانية ممكن تلاقيه تحت فوز واحد ممكن يخليه خلاص في الأمان هو عنده مباراتين صعبتين على ما أتذكر منهم أو هم تقريباً غز المحلة وفيوتشر لو ذكرتي ساعدتني يعني فيوتشر أكيد آخر مباراة تقريباً غز المحلة المباراة قادمة غز المحلة يوم لتنين وفيوتشر بعدها ده بالنسبة ليه أيمن أشرف طايم مبارح مارسي كولر تحدث عن الفرص الضائعة في مباراة الأهلي الأخيرة تحديداً في مباراة فيوتشر الأهلي وصل 28 مرة لمرمى فريق فيوتشر وماقدرش يسجل ولا مرة الراجل تحدث بشكل شيك وزاكي في المؤتمر الصحف عن عملية إهضار الفرص بس بعد المؤتمر تحدث مع اللاعبين في المران تاني يوم وقال لهم إن ده مش مسموح إنه يحصل تاني ماينفعش نوصل كل هذا العدد من الفرص وما نسجلش تحدث عن عدم التركيز تحدث عن الرعونة في بعض الأوقات وتحدث عن الأنانية قال لهم التلات حاجات دول أنا مش عايز أشوفهم مرة تانية في مباريات الفريق الراجل ما قالش هم مباراوة عدي لأ قال لهم إحنا لسه مكسبناش الدول لسه مكسبناش وعرفت إنه هو من جوة كمان لهم حتى لما هنكسب حتى لو لعبنا مباراوة دية ماينفعش إنت كلاعب تضيع هذا الكام من الفرص طيب نصيحة مهمة من مرسل كلها ما فيش خلاف يعني عشان الوضع زي ما قلت لكم في موضوع إضاءات الفرص كتير في النادي كتير أوش